ايضا هذا الخطاب وهذه اللغة التي تحدث بها رئيس الحكومة المغربية على منبر الأمم المتحدة صدقوني هي إشارة واضحة وبينة أن مشروع تصنيف جبهة البوليزاريو في قائمة الإرهاب قد مضى خطوات عملاقة إلى الأمام هل ممكن أن يحدث هذا؟ طبعا ممكن جدا يحدث هذا أولا لأن مسألة قضية الأمم المتحدة بعد القرار الأخير لإصراف أكتوبر 2021 وللجزائر مع جبهاش والبوليزاريو مع جبهاش وقضية قوات المينورسو ربما تتغير مهامها ربما سينتهي دورها وتأتي قوات أخرى وفي إطار دور آخر كل هذه الاحتمالات مطروحة ولكن هناك مبررات البوليزاريو بحد ذاتها قدمتها على طبق من ذهب أولا قضية إعلان إنهاء الاتفاق وقف إطلاق النار ثانيا عمليات عسكرية تستهدف كل يومهم يعن نعيها والمغرب مازال ملتزم الصمت لا قال نعم لا قال لا إلى مواقع عسكرية أو مواقع للجيش المغربي أمر الثالث تهديدات أطلقتها البوليزاريو بالقيام بعمليات الداخل المغربي أي في المناطق هما يقصدوا المناطق اللي سمو فيها هما محتلة وهي تعتبر في نظر كل الدول أنها في أغلبية الدول العربية والإسلامية والقوى الكبرى أنها أراضي إما رهي محل نزاع يجب أن يكون لها حل سياسي هنا الركز على نقطة الحل السياسي أو أنها أراضي مغربية وما يحدث هي حركة انفصالية وأعمال قد تصل إلى درجة الإرحب قضية الحل السياسي اللي تريده الأمم المتحدة الأمم المتحدة البوليزاريو أنهد اتفاق وقف إطلاق النار وقالت بأننا في المقاومة أو النضال المسلح الثاني من أجل تحرير ما تسميها الأراضي المحتلة معناها دخلت في العمل المسلح الأمم المتحدة والدول إما تعترف بمغربية الصحراء أو أنها تساند الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وأوى تقول هذه الدول أنه لا حل لمسألة الصحراء الغربية إلا الحل السياسي معناها الحل العسكري راه بعيد الحل العسكري في نظر من من أنه ممكن أن يكون حل في نظر البوليزاريو العسكر الجزائري فقط حتى الدول التي تعترف بجبهة البوليزاريو تعترف بجمهوريتها لا تشجع العمل المسلح في نفس الوقت تعترف بجمهورية البوليزاريو وأمر آخر أنها تطالب بحل سياسي طرعه الأمم المتحدة لذلك التصعيد في العمل العسكري من طرف البوليزاريو وهذا الترويج والدعاية الإعلامية فهي أيضا شيء تقدمه البوليزاريو على طبق من ذهب لهذه الدول التي تريد تصنيف البوليزاريو في قائمة الإرهاب لأنه في نظرها المساس بالوحدة الترابية والمساس بالدولة المغربية والمساس بأمنها واستهداف جيشها هو من طرف من هو مصنف كميليشيا وكمنظمة هو عمل إرهابي آن له أن يتوقف أمر آخر أدركوا بأن النظام الجزائري ليس له شيء فوق الأرض وفي الدنيا إلا يهتم بالبوليزاريو ولذلك رأوا بأنه لا حل من أجل الضغط على النظام الجزائري كي يغير سياسته وما يكونش يستهدف هذه الدول وخاصة منذ تصعيده وتهديده بحرب ضد المغرب وأمر آخر ما حدث مع إسبانيا من خلال استعمال الغاز كسلاح للضغط على إسبانيا ومعناه استهداف للأوروبا في أمنها الطاقة وفي ظل ظروف تتمثل في حرب على أوكرانيا التي ستغير المعادلة أمر آخر أن حرب أوكرانيا رهي تتجه نحو غير ما يأتي على هوا بوتين مما يجعل أن رحيل بوتين غير مستبعد وأعتقد بأن مغامرة بوتين في أوكرانيا هي مغامرة بمستقبل السياسي وإذا سقط بوتين ورحل عن الحكم وتم تغيير نظام الروسي فهذا سيؤدي بتغييرات كبيرة في دول التي تعيش تحت الرعاية من طرف الدب الروسي إذن إخواني الكرام أن كلمة رئيس الحكومة المغربية أعتقد بأنها إشارة ضوئية إلى بداية هذا المشروع الذي تحدثت عنه منذ أشهر طويلة ولكن لست أتحدث منه بعض يقول لي لا أنت تبارك هذه الخطوة ويقول لي لا أنت تنصح النظام الجزائري ما يفعل هكذا حتى لا يصنف في قائمة الإرادة لا هذا ولا ذا أنا أتحدث عن شيء رأيت من خلال تحليلي للأحداث القائمة ومن خلال اطلاعي على معطيات ومعلومات جاءتني من هنا ومن هناك فهو أمر أتحدث عنه لأنه سيقع حتما والقضية قضية وقت فقط وحينها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ليل أزمة للأسف الشديد مزقت الشمل المغاربي وما زال نظام العسكر يسر على هذا الأمر بدل إيجاد حل سياسي يكون في صالح المنطقة ومن دون أن يفتح الأبواب لإرادات خارجية ومشاريع أجنبية ومعادية أصلاً للمنطقة برمتها بل أيضاً لديها أطماع ومطامع في الوصول إلى مصدر الثروة وحينها لن ينفع الندام